قد تبدو هذه المشاهد للوهلة الأولى لأحد المدن الأوكرانية التي ترزح تحت القصف الروسي منذ الرابع والعشرين من شباط الفائت ويتابعها العالم أجمع في ظل الحديث عن حرب عالمية ثالثة لكن هنا حلب المشهد والمجرم ذاته قبل سنوات خلت روسيا تستعين بالسيناريو السوري في أوكرانيا عنوان عريض تصدر أهم الصحف العالمية مؤخرا حيث تكشف الحقائق على الأرض اعتماد بوتن نفس الأسلوب الذي اعتمده في عام 2015 لدعم حليفه الأسد وتحويل البلاد إلى أنقاض صحيفة الجارديان البريطانية تحدثت عن اتباع القوات الروسية سياسة الأرض المحروقة على غرار تلك التي نفذتها في مدينة حلب تحت شعار اتخذته لنفسها السعادة تكمن في الخراب وقالت الصحيفة إن التكتيكات الروسية لإرهاب المدنيين وجعلهم أهدافا عسكرية وصلت إلى ذروة قاتمة وربطت بينما يحدث اليوم في المدن الأوكرانية مع ما حدث في مدينة حلب أما ديلي سيجنلز أشارت إلى أن بوتن قد يلجأ إلى استعمال اللاجئين الأوكرانيين كسلاح ضد الدول الغربية كما فعل مع اللاجئين السوريين أوجه التشابه بين التدخل الروسي في سوريا وأوكرانيا قد تبدو كثيرة لكن ما يتصدر المشهد اليوم هو الحديث عن تجنيد المرتزق السوريين لزجهم في الحرب الأوكرانية وولستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا تجند سوريين من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن لإرسالهم إلى أوكرانيا بعد أن عرضت عليهم عقودا برواتب تتراوح بين 200 و300 دولار منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة كانت قد نشرت تقريرا مفصلا حول الموضوع ونقلت عن مسؤولين لجان المصالحة المحليين بدمشق أن أحد الضباط الروس تحدث عن إعداد قوائم بأسماء مقاتلين خبراء وإخضاعهم لدورة تدريبية صغيرة على يد ضباط روس لإرسالهم إلى أوكرانيا معتبرا أن مشاركة السوريين هي مشاركة رمزية من باب الوفاء لروسيا